هتكلم الأول على مباراة الأمس مباراة الزمالك والهلال ولذب نثني على اللعيبة وعلى أداءهم وبرفع عليهم الحقيقة وبينقول لهم إن احنا فخرين بيكم جدا جدا الأداء كان فيه روح قتالية على قد المخزون البدل اللي كان موجود على قد الفترة القصيرة قوي بتاعت التدريبات فيه فرق كبير جدا ما بين إعداد فريق الهلال وفريق الزمالك في فرق كبير وأعتقد إن لو نادي الزمالك كان أجهز من كده كانت نتيجة هتبقى صارح نادي الزمالك بدون شكل إن انت وانت كده اتعدلت واحد واحد مخسرتش رقارات الترجيح دي أي حد بي 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 يعني ممكن فرقة صغيرة جدا تكسب فرقة كبيرة جدا ممكن ولا عكس صحيح وبالتالي بنقول للعيبة هارد لك مبروك الأداء الحقيقة قدته مباراة قوية جدا كنت فعلا خير ممثل للكرة المصرية في قطر شرف أنتوا تلعبوا على الاستاذ اللي حيصطضيف نهاية كأس العالم شرف كبير جدا أي بني آدم وأي إنسان وأي لعيب كرة تمنى هذا الشرف بالتأكيد وزي ما قلنا كل اللي فات ده كله أعتقد أن احنا كلنا مبسوطين وسعداء بفريق نادي الزمالك بالتأكيد بالتأكيد يا جماعة الأمور يعني الحقيقة بتسير إلى الأحسن بأمانة بس أنا اللي هي هنا كلمة قبل ما تكلم عن أي حاجة نفسي نسيب المجلس الإدارة يشتغل نسيب الناس اللي شغالة في نادي تشتغل يا جماعة الناس دي ما بتنامش وبتدور على مصلحة النادي أينما تكون وبأي طريقة طرق طبعا القانونية الطرق الشرعية كل الكلام ده بيدوروا على حقوق النادي الزمالك وبجيبوها هم وقعدين حطين رجل على رجل بس أنا مش بكلم على على الجماهير أنا بكلم على بعض الناس اللي كانت مسؤولة اللي كانت مسؤولة على النادي الزمالك قبل كده أرجو أن أنتو بتبعدوا عن نادي الزمالك حضرتك لو أنت زمالكاو فعلا لو أنت زمالكاو فعلا ابحث عن مصلحة النادي فقط أي حد كان بيشتغل في النادي لما بيمشي من النادي بيبقى في ظهر النادي فيه ناس كده بتقعد الحقيقة بتقعد تتناعكش وتعطى المسيرة نادي الزمالك يا جماعة بعيدوا عن نادي الزمالك ابعدوا عن نادي الزمالك نادي الزمالك دلوقتي بيعيش يعني أفضل حالاته أفضل حالاته تعال شوف المنشآت اللي موجودة في نادي الزمالك عملها إزاي تعال شوف شكل نادي الزمالك عمل إزاي شوف الجناية شوف الناس فرحة الناس داخل نادي عملها إزاي كبار وصغارين شوف فرق النادي كانت عملها إزاي وبقت عملها إزاي شوف النادي الزمان إن شائيا كان عمل إزاي دلوقتي عامل ازاي احنا بنتكلم لمصلحة العامة ام ايش علاقة ممكن يكون مثلا لو مجلس غير المجلس المشاركة المتضى عامل الكلام ده او لو حد غير مرتضى منصور عامل الكلام ده برضو حنقول هذا الكلام عن هذا الرجل لو حد تاني غير مشاركة المتضى عامل الكلام ده قبل كده ما كنا هنطلع لو في قناة مثلا لو كنا هنطلع كنا هنشكره على الهوى سواء في قناة الزمالك او في اي قناة اخرى عمل قناة الزمالك عمل صوت لنات الزمالك عمل إنشاءات لنات الزمالك عمل حاجات كتيرة جدا جدا فسيبوه يشتغل ما نحطش عرقيل قدام مجلس إدارة ناجح بكل المقييس والمعايير الرياضية اللي موجودة في القاموس أو موجودة في الكتب بنشتغل باحترافية